موسم تقدر تقول عليه نجح بكل المقيس على مستوى الأرقام على مستوى النتائج على مستوى البطولات وعلى مستوى انطباعات الجمهور عن مدير فني الحقيقة نجح بالعلامة الكاملة في أول موسم له مع نادي الأهلي وعلى مستوى سكواد تم إرهاقه واستنزافه رغم نجحاته في ثلاث مواسم موسم يدرس للنادي الأهلي الكلام طبعا على كمان المكاسب اللي اتحققت مبارات المقاولين امبارح اللي بشوفها مكاسب كتير جدا أهمها سيبك من الأربعة أهمها سكواد النادي الأهلي اللي غاب عنه عدد كبير جدا من العناصر اللي كانت بتلعب بشكل أساسي مش عايزة أقول البودلة والشباب ظهروا بشكل كويس لأنه الحقيقة امبارح الأهلي يحسسك أو يوصل لك أنه الأهلي بيلعب بتيم أساسي وهو اللي كان بيشارك وبيلعب المبارات السابقة وقدم مباراة كويسة جدا وكان فيهم نجوم كبار يعني طبعا أنا شوف انبارح كسبنا فخري كسبنا كوكا عودة طهر للتهديف والتسجيل مرة تانية وعدد من الأسماء الحقيقة اللي ظهروا بشكل جيد جدا خلينا ناخد انطباعات وقراء نجمينا النهاردة في السادسة كابتن رمضان السيد اللي بيشرفنا طبعا على شاشة الأهلي بعد يعني غياب طويل شوية لكنه ده طبعا الأهلي هو مكانه وبيته أهلا وسهلا كابتن رمضان ربنا خليك يا أحمد تنور الدنيا في أي وقت وأي مكان ربنا خليك يا أحمد جد الله خليك يا أحمد من الناس اللي أحب أسمحهم ربنا خليك يا أحمد يعني طبعا مش محتاج أن أنا أدي كريلت لحضرتك لكن تعجبني دايما صراحة حضرتك ووجهة نظرك اللي دايما في الصميم أهلا وسهلا أهلا وسهلا يحمل أبدأ مع حضرتك من مطش الزمالك عشان أنا قلت في بداية الحلقة أنه واحد من المطشات اللي الأهلي حق فيها قدم فيها عرض كويس جدا حق فيها النتيجة عريضة جدا وانت عارف جمهور الأهلي لما الأهلي بيكسب الزمالك بسكور كبير بيبقى سعيد قديه لكن أنا قلت أنه في جزء كبير من جميعنا دي الأهلي يعني بعد المباراة مكادش العالمة الكاملة كان فيه أحساس أنك أنت مباراة دي تقدر تكسبها بسكور أكبر بكتير والنتيجة تبقى أعرض بكتير أكيد كنت من الجمهور ده ولا كنت من الجمهور اللي قلت تمام كده يعني الأهلي عمل اللي عليه وزاد لا كنت من الجمهور اللي هو فعلا المباراة دي كنت ممكن تروح لسكور عالي جدا جدا ويبقى كمان من أكبر سكور اللي حصل في لقاطة الكمة الحقيقة طبعا يمكن أنا أبدأ كلامي بقول يعني إيه الموسم الحلو ده الحقيقة يعني وإيه اللي يوم الحلو اللي احنا عايشينها دي جمهور الأهلي الحقيقة طبعا يعني كولر كلمة السر كبير طبعا طبعا كولر كلمة السر ومن أفضل المدربين اللي جمب في تاريخ النادي الأهلي أنا طبعا جوزيه عمل إنجازات كبيرة جدا وحاجات طبعا هايلة مع النادي الأهلي لكن الراجل ده كولر من أفضل البدايات اللي حصلت من مدربين الأوربين اللي بيجوا أو مدربين الاجانب اللي بيجوا مثل الرقم أربع بطولات تخش في أربع بطولات بتحصد الأربع بطولات ولسه كمان أنت عندك بطولتين أنت ممكن كمان تاخدهم الحاجة كمان المميزة اللي يعني أنت دلوقتي يمكن إحنا وصلنا كجمهور النادي الأهلي إنك بتقول مثلا إيه مباراة مع أي حد مع المقاولين مع فارقو مع زمالك بتقول إحنا روح نكسب كامل نهاردة إحساس ده ما يجيش إلا لو فيه ثقة خلاص أو ثقة خلاص فيه قناعة وفيه ثقة كبيرة جدا في أداء اللعيبة بص أقولك حاجة أنت ممكن مدرب ييجي يعمل نتاج إيجابية لكن ما تحسش فيه تطوير في أداء اللعيبة لأ ده فيه حصل تطوير في أداء كل لعيبة النادي الأهلي أغلب لعيبة النادي الأهلي حصل تطوير فيها بدليل يمكن أنا أخذك بس الحاجة صغيرة مباراة مباراة أنت بتتكلم في حوالي الست سبع لعيبة مش بيشاركوا الفترة اللي فاتت وتحس لأ ده هم دول الأسسين هم دولة الفرقة الأسسية اللي بتلعب ولا حاجة ولا حاجة خالص وكل اللي بيشارك الحقيقة بيخشه جوه النظام الفرقة وجوه التكتك المدرب يشتغل بيه والسهولة يعني بتكسب النهاردة بسهولة عكس طبعا فترات فات هو يمكن عمل حاجة يا أحمد الحقيقة أنا في رأيي تفادى بيها مشاكل الثلاث مواسم اللي فاته ايه بقى هي هو من أول ما جيه هو طبعا أكيد أول ما تعاقد طبعا بيشوف مباريات وبيجي له طبعا تقرير وتعمل له تقرير والحاجات دي كلها لكن هو كمان شاب يعنيه قد إيه المواسم اللي فاتت لما كان في إيه جهاد لعبة الناد الأهل ما كانتش قادرة تقدي بدنيا بشكل كويس وبالتالي أصرت دي على النتائج يعني في فترات كتيرة جدا المواسم اللي فاته اللي قابليه أصرت على النتائج هو عمل ايه عمل الروتشن بدري جدا لدرجة ان احنا ويمكن أغلب الناس المتابعين يعني هاجموا دي طب انت مش مسبت ليه دا دا انت لسه في أول الموسم مفيش لعيب بتعرض لإجهاد مفيش مشاكل لا هو كان قاري الحقيقة وشاف متشاط للناد الأهلي وبالتالي تفادى بقى ان يخش في إجهاد انت النهاردة بنفنش الموسم ولا لعيب عندك معرض لإجهاد ما تقولش فيه لعيب ان هو مثلا مش قادر او المجهد او رغم كل الانجازات التي اتعققت ورغم عدد المبارات الكبير جدا جدا اللي لعيبة الناد الأهلي لعبته مفيش انت في كل مباراة لا دا انت فيه لعيبة كنا متعودين انها بتلعب مباراة وتصاب مباراتين دا بالزبط دا بالزبط دا الكلام اللي احنا بنقوله يا أحمد انه هو عمل تطوير في أداء لعيبة كتير جدا برستاو انت في أول الموسم او الموسم اللي فات فيه ناس من جمهور الناد الأهلي بقولك يمشي لانه هو طبعا فيه إصابات كتيرة وما بيديش محسنهش بسهر كابتر رمضان الجمهور لما بتجيب له لعيبة أجنبي يعني انت لما بتجيب له لعيبة محلي ورد جدا الصفقة تنجح ورد ما تنجحش ورد جدا ياخد وقته ورد ما ياخدش ويخش زي مثلا بالزبط مروان مع عمل السنين يدخل في نص الموسم ودخل وكسر لكن لما بتجيب أجنبي الجمهور بيستني المكان يطلع ومش من أول مباراة ومش من أول مباراة وخلاص وهيلعب مباراةين ثلاثة ده الموسم كله أنا لعيب الأجنبي لا اعتمادي عليه بقى هو بالديني بينتج يعني انت جبتلي خمس أجانب أنا شوف الخمس أجانب بيلعبهم يكونوا أفضل أفضل لعيبة موجودين زي ما قلتلك مثلا حسين الشحات برضو فترات كان بعيد بعد فنيا وبدنيا والحاجات دي كلها حسين الشحات النهاردة من أفضل لعيبة مصر ومن أفضل لعيبة أفريقيا من أفضل لعيبة مصر ومن أفضل لعيبة أفريقيا دوره في بطولة يمكن رقميا بيرسي تاوي كهرباء في بطولة أفريقيا كانوا الأعلى على مستوى الفعالية في النادي الأهلي يمكن أن أرى حسين الشحات كان واحد من أهم من جمع الأهلي الموسم طبعا ده مدرب وده الكولر الحقيقة اشتغل على تطوير لعيبة كتير جدا النهاردة مروان عطية بعد مباراة سان داونت يعني شوف بقى انت بتيج مثلا كمدير فني كمان لما تعملوا تقيم كمان أنا مش جاي يلعب 4 2 3 1 أو جاي يحاطي طريقة لعب هلعب بيها مهما حصل أو مهما شفت الإمكانيات بتاع تلعبتي لا ده هو اشتغل وبعدين نتيجة بعد مباراة سان داونت راح مغير كل حاجة صحيح وراح اللعب 4 3 3 وراح عمل حاجة الحقيقة أنا في رأيي كمان من ضمن الحاجات اللي فرقت مع النادي الأهلي دفاعيا بنسبة 100% مروان عطية مروان عطية لما سكنوا في مركز 6 مروان عطية لعيب سوبر سوبر يعني من اللعيب اللي في مصر أنا في رأيي من أفضل اللعيب اللي موجودة في مصر لأنه بيعمل إيه أولا هو بيعمل لك تغطية بعرض الملعب لمحمد هاني لعالم علول لحسين الشحات أي مساحة فاضية في التلت الدفاع للنادي الأهلي مروان عطية هو اللي بيغطاها لك وفي نفس الوقت لعيب كورة عنده كورة عنده كورة هيلة الحقيقة يعني بيعرف أو لعيب مركز 6 دايما مظلوم يعني أطلوب منه نواحي دفاعية مهام تاكتيكية بالزب لا جنب يا بنشوفش منه أو ما بننتظرش منه إنه بيعانده كورة يعني ده هو هو عنده كورة كمان يعني مروان عطية أولا إيه اللعيب الوحيد اللي بتعرف تطلع عليه من المجموعة الدفاع الحقيقة اللي تحت بتلاقيه موجود مع أي حد بتلاقيه بيعمل مساندات مع أي حد طبعا برضو ده يحسب لكورة لكورة الحقيقة لأنه شوف وده مستوى لفين صحيح النهاردة وأول موسم كمان بيكتشف فيه بطولة الدوري نفسها طبيعة المنافسة ما يعرفش سخونة المباريات ما يعرفش التاريخ اللي بين الأهلي والزمالك أو حتى لأنديها الحديثة مثلا الأهلي بيرومتز الأهلي والإسماعيل ومع ذلك قد مع المستوى الرقمي طبعا دفاعا وهجوما معظم ماتشاط الأهلي ودهي ما حاجة بما نشوف نهاش بقالنا كتير طبعا أرقام وزكورات كبيرة طبعا أفريقيا الحقيقة عمل موسم طبعا الجميع بيشهد بي طبعا كل السنة دي صح وقصمة كبيرة يعني طبعا يمكن مجلس دارة وبكيادة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يوفقوا بشكل كبير جدا 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 درجة أننا يعني أنا في صفقات الحقيقة موجودة وأثبتت وجودها بشكل كبير جدا لكن أنا في رأيي أن أكبر صفقة أفادت النادي الأهلي التعاقد مع كولر مارسل كولر آه صفقة من الصفقات المهمة جدا وإن شاء الله بإذن الله للموسم اللي جاي صحيح وأنا في رأيي كمان أن الرجل ده وأخد بالك كمان توقيت مهمة كابتن يعني توقيت الاختيار بتاع مارسل كولر أنا بعتقد أن الأهلي أو إدارة الأهلي أنا بشتغلش الموسم بموسم يعني عينيها دايما على الخطة بعيدة المدينة بالزبط وأنت هيمكن رايح لموسم استثنائي طبعا استثنائي طبعا رايح لموسم يعني ضرب نار بالنسبة للأهلي طبعا مش كل مش كل عندية الدورة يعني الأهلي السنة دي هيلعب شامبيونز ليج هيلعب كاس عالم هيلعب دوري أفريقيا دور السوبر الأفريقي هم مغيروا كاس عالم هيلعب كلمة السوبر دي فشلوها قال لك بلاش السوبر دي بتفكرون بالسوبر الأوروبي فهتلعب كاس عالم هيلعب دوري الأفريقي هتلعب بطول الدوري أبطال موسم صعب جدا جدا يمكن توقيت وصول كولر ونجاحه الموسم ده تقدر تبني عليه كمان تحضيراتك ورؤيتك واللي هشارك فيها كولر طبعا 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 زي ما بقول لك الحقيقة محمد هاني لما بينا نتكلم على التطوير اللي حصل في أداء اللعبة محمد هاني مختلف عن الموسم اللي فاتت محمد هاني برضو فترة كان داعة خالص لا فيه سيقة دلوقتي في أداءه وطور في أداءه الهجومي وطور في أداءه الدفاعي تطور مستوى هاني ده ان شاء الله بإذن الله بعد عودة أكرم وبعد عودة كريم ومنسلش اللي اتنين كانوا من أهم الأسماء أو وصلوا يعني قدر له مش أفعل قبل إصابتهم كانوا وصلين لمستوى طبعا طبعا حتى عادة توظيف كريم فؤاد في بداية الموسم للمسلسية كجناح وكان فعال جدا وكان هداف الأهل الغير يعني ربنا اختبره وحصلت الإصابة عودة كريم وعودة أكرم مع تقلق محمد هاني تفكر انك انت ترجع أكرم مثلا لمركزه الأساسي ولا تخليه مع هاني ولو رجعت أكرم نص ملعب بعد رحيل حمدي فهل تفكر في تدعيم الجبهة اليومنا بصفقة جديدة ولا ممكن تراهن على كريم في الباك يمين يعني تفكر في المركز أولا دي كلها من ضمن الأسباب الرئيسية اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي أو اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي يا أحمد ان النادي الأهلي مكمل لغاية دلوقتي بمنتهى القوة انت عندك ما شاء الله في كل مركز فيه اثنين ثلاثة لعيبة على مستوى عالي جدا جدا بدليل ان انت حتى لما بتيجي تغير وتعمل تغيير في سبعة تمانية لعيبة وممكن كمان تعمل تغيير في العشرة لعيبة ولا عندك مشكلة خالص ده بالعكس ده لما يرجع أكرم ولما يرجع كريم ده هيبقى إضافة قوية جدا للتنين إضافة قوية جدا لتيمي نادي الأهلي أنا بفكر في توظيفهم عشان أشوف الأهلي محتاج إيه يعني لو حطيت أكرم بك يمين تاني اعتقد انه في الحالة دي محتاج تدعم نص ملعبك ولو حطيت أكرم في نص الملعب بتهيأ لي انه الموسم اللي جاي يستدعي كمان انه يكون معه أعتقد خلال عبد الفتاح طبعا يعني أقدم موسم جاية في بداية المشوار كريم فؤاد ممكن يلعب في الجزئة دي أصل انت عندك يا أحمد كريم فؤاد بلعني طماع بلعني طبعا طبعا وبسس الامريكاتو اللي جاي ده طبعا وأكيد دارة النادي الأهلي بس الامريكاتو الجاي آخر نسخة بشوف يعني ممكن ممكن حاش عارف الغيب في إيه لكن آخر نسخة بشوف أنه الموقف فيها كابتن رمضان هيبقى إلى حد ما طموح مصروع أنك انت تلعب نهاية كاس عالم النسخة اللي بعدها عطول الدنيا هتبقى اللي لم تكن يعني مستحيلة فهي صعبة مشاركة 32 فريق فيهم عندها كتير جدا من أوروبا عندها إمكانيات عندها إسماء فالمشوار هيبقى صعب أنك انت توصل لمباراة نهاية كاس عالم في النسخة الجديدة أعتقد شوية يعني ومنطقي أنه يكون صعب احنا زي ما تكلمنا دلوقت في بداية كلامنا وقلنا أن احنا الكولر الحقيقة هي إدى صيقة الجمهور النادي الأهلي أنه هو يروح يتابع المباريات يقول لك قبل ما بيروح المباراة يقول لك هنكسب كام أعتقد أن احنا حتى في مسابقة كاس العالم النسخة الموسم ده إن شاء الله بإذن الله أعتقد أن احنا هيبقى لنا في المنافسة هنخش في المنافسة بقوة كبيرة جدا يعني احنا طبعا وصلنا للتالت أنا في رأيي أن احنا هنوصل للنهاء إن شاء الله بإذن الله قادرين بالمدرب بتاعنا المدرب العالمي الحقيقة أو المدير الفن العالمي اللي موجود معنا بالسكوات الموجود إن احنا نوصل للنهائي أنت بتتكلم كنا نلسى بنتكلم دلوقتي في أكرم وكريم كريم بيلعب باك رايت وبيلعب جناح يمين وهتلعب باك ليفت لعب باك ليفت مع سنة الفاجة مع أمبي وأجات كمان كريم نفس الحكاية هتلعب دفندر ودفندر على مستوى علي جدا 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 أكرم أكرم وكمان بيلعب لك الحتة الباك ليمين كان من أميز اللعبة الموجودة في مصر كل الحاجات دي دي طبعا إضافات لتيم النادي الأهلي وفي نفس الوقت أنا كمدير فني يعيني يا سلام لما يكون عندي كل الإمكانيات دي وكل اللعبة المميزة دي واللعبة بالذات اللي بتلعب أكتر من مركز زي مثلا يمكن إمام عشور أنا في إمام عشور صفقة إمام عشور أنا في رأيي أن هي بتساوي خمسة لعيبة لأنه هو بيلعب لك باك رايت وبيلعب لك ستة وبيلعب لك تمانية وبيلعب عشرة وبيلعب باك ليفت يعني حاجة صفقة سوبر سوبر يعني بالمناسبة وأنا عارف أنه أنه العين الخبيرة اللي تعرف تشوف المواهب وهي لسه طالعة يمكن الجمهور ما عندوش المساحة ولا الصبر يعني أسماء كتيرة جدا ظهرت وكانت ناس كتير بتشوف أنه وفي سن صغير ركبت الرمضان وكانت ناس كتير جاد تشوف رياحوا ما تدولوش كتير لكن في أسماء أو في عيون بتقدر تشوف المواهبة وهي لسه خام لسه ما أخدتش أو تجربتها ما اكتملتش أو ما صادتش بمحالة النودج اللي تخليه الجمهور يشوف ده أكيد قبل ما أتكلم على فخري وكوكا لأنه هم تنم الخامات المبشرة جدا واللي كتير من الناس بتشويت بيهم ما عايز أخذ رأيك فيهم بذات في مباراة الإمبارح وفي شكل وطبيعة الدور اللي ممكن ياخدوه خلينا فكرك بواحدة من المواهبة المصرية اللي أنت قدمتها الحقيقة من سن صغير جدا كلام ده كان في نادي المريخة كتير من موضوع حدش يعرفه طبعا الصورة دي أو حدش يقدر يعرف مين ده لكن ده أفضل لاعب في بطولة أفريقيا الأخيرة اللي حقيمت في المغرب روحت يا أحمد اشتغلت مع الفريق نادي المريخ الحقيقة والولد ده كنت متفرج على مباراة خمشهر سنة ولقيت حاجة صعبتوا كابتن رمضان صعبتوا في نفس اليوم يعني في نفس اليوم اللي أنا شوفت خمشهر سنة قلت له يا ابني ما تنسلش تحت يعني قلص وأخدته الحقيقة متمر مع الفرقة كبيرة ولعب مطشاط وهو عنده في السن ده وفي نفس الوقت يعني خليت إدارة النادي كمان تهتم بيه في حاجات بقى يعني التغذية ومش عارفه في ايه و ايه و ايه بتاع وأنا كنت عارف خفت الموهبة اه موهبة واضحة واضحة الحقيقة يعني وهو الولد دوت وهو خمشهر لا تحكم عليها لانه بتحس ان فيه فوارق بينه وبين العناصر او الولاد اللي في نفس المرحلة بتاعته ولا بتحكم عليه لان انت شايف انه عنده شخصية او عنده امكانيات العيب ممكن في يوم الايام تران علي انه يكون العيب كبير اكتر حاجة بقى كمان الشخصية الشخصية يعني اه الشخصية وحطة الثقة الولد ثقة في اداءه لما صعدته بيتضرب مع الفريق كبير نفس النافس الكلام ولا حاجة بل بالعكس ده يعني يمكن عايز يزبط اه ده هو خلى اللعيبة الكبيرة الزميله في الفرقة بيسكوا فيه وبيسكوا في اداءه فالولد الحقيقة كان حاجة طبعا هو طبعا حصوله الحقيقة على افضل لعيب في المسابقة الحقيقة في بطولة افريقيا واحد من المواهب المبشر اللي اتمنى لها بحيانها يعني انا يعني اه طبعا ده خدنا وطروح لبيت اه طبعا وبتقاني فيه زي صلاح وزي ابراهيم وزي اسماء يعني كنا متوقعا لها للأسف يعني انها تكون حتى تانية كثير فيه لعيبة طلعة صغيرة انا في رأيي محتاجة بس الفرص يعني محتاجة الفرص تاخد فرص هيثبته وجودهم بشكل كبير جدا يعني زي كوكا مبارح كوكا مبارح مش حكاية هو طبعا خد رجل مباراة لكن هو تحس ان العيب عنده يعني بيلعب بقالو عشر سنين في الفرق وعنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في اداءه وفي نفس الوقت موهبة يعني حتة المهارة العالية جدا جدا مش ديفندر اللي هو بيستخلص بس لا ده بيستخلص وبيصنع أجوال وكورته وكورة وطحة جدا ومهارة بشكل كبير جدا عشان كده بياخد رجل مباراة فيه لعيبة كتير جدا لو خدوا فرص لا هيثبت وجودهم طب خلينا نروح للأهلي طبعا لأن دي الأهلي في الجزيرة ونتطمن من محمد توفيق على تعبيرينت الفريق وطمنكم وحاول نطمن طبعا من جهاز الطبي على إصابة الشناوي ألف سلامة طبعا خرج برحة في مواطش المقالين مصاب ونزل كابتن علي لطفي توفيق مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي رحمة السمير تحياتي ليك والضفة الكريم كابتن رمضان السيد واحد من نجوم النادي الأهلي وكمان متعنا كتير جدا في التدريب ومدير فاني الأكثر من فريق برحب بيه برحب كل مشاهدك الله تندي أفكار لك يا محمد حمد نطمن منك على تمرينة النهاردة سعادة الأهلي المطش حرس الحدود وطمن جماهير نادي الأهلي وطمننا احنا كمان على آخر تطورات أنا عارف أنه فيه النهاردة فحص طبي المفروض ياخذ عليه كابتن محمد شناوي عشان تحديد حجم الإصابة لكن لو عندك أخبار أو تطورات جديدة في النقطة دي تحديدا يريد نعرفها منك أبدأ بأن نطمنك وطمن كل جمهور نادي الأهلي كما قلت يا أحمد الشناوي بطمنك على حالته كان النهاردة بس تدريب استشفائي للشناوي والمجموعة اللي شاركت بشكل أساسي في تدريب في مباراة الأمس أمام المقاون العرب وننتقل بالطبع فوزي نادي الأهلي باربع عداف مقابل أشيء ولكن طبعا دكتور رحمة أبو عابل قلت له قال لي بكرة هنبص عليه وهو قريب جدا إن شاء الله نتطمن على حالته ويشارك بشكل طبيعي جدا في التدريب الرئيسي استعدادا لمباراة حالس حدود فبطمنك أطمن كل جمهورنا دي الأهلي الشناوي الحمد والله الموضوع بسيط جدا وهو الجهاز الفني والجهاز الطب مرضيش خطر بين بارح وفضل سحبه من مباراة ولكن حالته مطمئنة بشكل كبير جدا لو ما كانش موجود في المباراة الجاية بقى موجود في اللي بعدها إن شاء الله فالموضوع بسيط جدا الحمد والله رب العمين بطمنك كمان يا أحمد وبطمن جمهورنا طبعا بعض الإصابات المختلفة اللي تعالى دولها في فترة أخيرة ولكن موجودين أبو وصف يعني برامجهم التأهلية بشكل أكثر من رائع كمان أكرم توفيه وكريم فؤاد طبعا اللي حاصل على أجازة طبعا للزواج إن شاء الله برضو يعني أمورهم مطمئنة جدا ويشغلين في برامجهم بشكل أكثر من رائع بشكل عام بقى يا أحمد يمكن الفريق النهاردة المجموعة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأمس كلها بتخذ تمرين استشفائي في الجيم الخاص بفريق النادي الأهل هنا في ملعب مختارة تيتش بالجزيرة بقية اللاعبين اللي هما معظمهم يعني يمكن القوام الأساسي كله النهاردة بيخذ تمرين قوي جدا على ملعب مختارة تيتش هنا بالجزيرة طبعا نظر إن هما مشاركوش في مباراة الأمس يمكن طبعا قبل التدريب كان فيه محاضرة فنية المستمرس الكولر اتكلم طبعا مع اللاعبين عن خلاص المنافسة القادم وهو فريق حرص الحدود كان الجهاز الفن برغم حصم بطولة الدوري العام وبرغم خروج يعني حرص الحدود من المنافسة ومن بطولة الدوري بشكل عام ولكن طبعا كل مباراة على حدة زي ما كنت بتتكلم أحمد في المقدمة تبتلعب على السلاس نقاط وتأكيد جدرتك بالفوز بالدوري العام ووصولك لرقم صعب اي حد يلحقك فيه وهو 43 43 بطولة الدوري عام اعتقد صعب جدا اي حد نفسك في الرقم دوت فالجهاز مركز جدا اللي عمين يمكن تدريب قوي جدا بدنيا ومن بعله كمان خلاص تدريباته القرى حالا شغالة دلوقتي ويختتم التدريب بإذن الله بتأسيمة في المجموعة الموجودة عدد من النشئين طبعا موجود فيه التدريبات النهاردة يا أحمد التدريب طبعا هيختتم بعضه قليلا أقل من ساعة ويكون التدريب خلص خلاص إن شاء الله بكرة التدريب الأساسي هيكون فيه تمام السبعة مساء هشارك فيه كل المجموعة سواء اللي كانت بتواخد على برنامج استشفاء النهاردة أو المجموعة اللي بتتدرب النهاردة ومن بعدها إن شاء الله الدخول في معسكر مغلق والاستعداد لمباراة حالس الحدود المباراة اللي هتشهد واتويج بإذن الله فريق النادي الأهلي بدرع الدور العام والبطولة 43 وإن شاء الله بإذن الله كل طلبات النادي الأهلي تبقى مجابة ويكون حضور جماهير كبير والنادي الأهلي يحتفل وسط جمهوره على أرضه في السادة القاهرة بإذن الله بطولة الدور العام ويبقى دايما النادي الأهلي في المقدمة ويبقى دايما على صدارة الكرة في مصر وفي أفريقيا كمان القندوسي شارك في التدريب النهاردة بشكل كامل يا محمد القندوسي موجود بشارك بشكل طبيعي جدا مع بقيت زميله كمان محمد هاني ياصر إبراهيم محمد عبد المنعم المجموعة اللي كانت غايبة طبعا للأقاف كلهم موجودين كهرباء حسين الشحات كل المجموعة يا أحمد الحمد لله زي ما قلتلك كلهم بشكل أقصر من رائع حتى الشيناو زي ما قلتلك النهاردة راحة زي وزي بقيت زميله تدريب استشفائي بكرة إن شاء الله بنسبة كبيرة يبقى في التدريبات لو حتى مش موجود وفضل الجهاز تنبقى مش موجود هبقى إن شاء الله موجود على طول بعد تدريب الحرس كل العناصر الحمد لله موجودة حالتها الفنية والبدنية مطمئنة كمان ظهور أحمد صديق النهاردة نجم النادي الأهل السابق في فترة المعايشة مع مستر مارسل كولر وحوارات جانبية بشكل مستمر على طول وطبعا بياخد جرعات تدريبية يعني فرصة أعتقد لحمد صديق واحد من نجوم النادي الأهل المخلصين إنه كون موجود مع مدير فن كبير زي مستر مارسل كولر لأدات كوادر للنادي الأهلي في المستقبل بإذن الله زي وزي مدربين كتير جدا النادي الأهلي بيبقى حريص على تأهلهم عشان يكونوا موجودين ويبقوا امتداد لمدربين كبار جدا في تاريخ النادي الأهلي وطبعا على رأسهم كابتر رمضاني السيد أشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد أوفيق دي أخبار تمرينة الفريق النهاردة وطمنا على حالة الشناوي والأهم إن شاء الله أنه يعني نعدي الموسم بدون إصابات ومعتقدش أن في حاجة السادة كابتر رمضان مجاسفة ليا متولي الشناوي صحيح فيه مطشط مستنية الجمهور زي بيرامد زور مصري لكن في النهاية الموسم يعني خلاص الموسم هدف من الموسم الحقيقة وطبعا الثلاثة العيبة دولت العيبة كبار جدا والعيبة طبعا بيصنعوا الإضافة الحقيقة التي من الناد الأهلي لكن الحمد لله عندنا الفترة اللي جاية دي ووفرة كبيرة جدا نقدر نلعب بأي حد الآن مدهوم يكتمل شفاقهم ويشاركوا بشكل طبعا ما فوش أي مشاكل خالص فاضل لنا ثلاث مطشط في الدوري وإن شاء الله بإذن الله نكمل مشوارنا في الكاس لغاية النهاية شايف كنا نقول من شوية أن الموسم الجاي ستسنائي وصعب جدا وبالمناسبة اللعيبة دي أبطال كبيرة رمضان لازم يوم حقهم طبعا لعيبة دي الموسم ده تحديدا سيبك من قصة التتويج وأن هم رفعوا الكاس في كل المسابقات اللي هم أو الدرع المسابقات اللي هم خدوها كلها دوري واثنين سوبر وواحد كاس مصر وواحد دوري أبطال لكن اللعيبة دي خدت سيزن أو موسم شق جدا أكتر لعيبة ويمكن أكتر جيل اتحرم من جمهور الأهلي في المدرجات طبعا أكتر جيل عانى من تعقب أو تلاحم المواسم أكتر جيل عانى من عدد المباراة اللي بتتلعب في موسم واحد وهاكف أن أنا أقول لك أن اللعيبة دي لعبة زيادة عن كل اللعيبة في كل الأندية في مصر تقريبا ما يقدر بحوالي 12 مباراة الموسم ده من أكتر اللعيبة اللي شاركت في مباراة على مستوى العالم يعني برضك ده حاجة شيء قاسي جد وكلام هنا يا كابتر روضان وحي مكلمة على موسم أصعب التداخل عليك سنة جاية زيادة بطولة تانية بطولة مهمة بطولة كبيرة جدا تم استحداثها في أفريقيا عندنا طبعا بطولة أومم أفريقيا اللي هنلعبها في كوت ديفور إن شاء الله لتأهلنا لها عندنا تصفيات كاس عالم هو موسم شاك جدا وصعب تفكر فيه ازاي وتحضر له من دلوقتي ولا تستنى لغاية لما الموسم ده ينتهي لا ما هو خلاص يعني إنت مثلا اللعبة اللي موجودة عندك والتعاقدات اللي نادل أهل يفكر بيعملها أو بيشغل عليها الفترة اللي جاية دي كلها الحاجات دي كلها أعتقد يعني مش هتعمل لك ألا خالص يعني إحنا مثلا لو أنت عندك مثلا في في سكواد مثلا في مثلا ثلاثين لعيب وعندك خمستاشر لعيب فورما والباقي مثلا بعيد آه تقلق لكن ده عندك لا ده عندك الثلاثين لعيب زائد اللعيبة الصغيرة اللي ممكن تصعدها من تحت لا أنت عندك سكواد على مستوى علي جدا جدا وما فيش أي آلة خالص انت سايف الفرقة اللي تحتها كابتال روضان كويس آه طبعا فيها أسماء تراعن عليها في المواسم اللي جاية والله في يعني يعني آه يمكن في الفين وثلاثة في لعيبة وفي في الفين وستة في لعيبة آه يعني يمكن حفيدي من ضمن اللعيبة ديت عمر سيد معوض الحقيقة طبعا من ضمن اللعيبة اللي إن شاء الله بإذن الله حفيدي لعيب كبير وإبن لعيب كبير طبعا آه طبعا يعني يمكن هو بياخد يعني في معاشة موجودة وعنده فرصة كبيرة جدا لكن طبعا هو كل حاجة بتتعامل لعمر سيد معوض عن طريق النادي الاهلي عن طريق كافة المحمود الخطيب لان احنا طبعا احنا الاتنين ولاد النادي الاهلي وطبعا يعني انا حفيدي ما يطلع طبعا بموافقات وكل سيد راح قاعد مع كابت المحمود الخطيب وكل حاجة تمام لكن في اي حاجة بقى الاولوية طبعا للنادي الاهلي الحقيقة اكيد لو كلمت حضرك على الموسم الدولي المصري عموما يعني طبعا انا عارف ان الناس بقى لا يمكن اكتر من عشرين يوم خدت معلومة وخلاص بقى الدنيا تقلبت على المعلومة دي انه الاهلي عمل صفقة رغم انه حتى اللحظة لما يتم الاعلان رسميا عن الصفقة دي اه يعني انا دايما بحب انه يعني كلام عن اي شيء بعد ما يتم رسميا معك عارف ممكن في اللحظات الاخيرة لازباب كثيرة جدا بالزبط بالزبط وهنا احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي فبالتالي اي خبر بيتقال لكن في النهاية في حاجات كثيرة جدا حصلت في الدورة كانت تستدعي وكانت من الاهمية بما كان الناس تتناولها ولم يتحدث عنها احد انا حايفة بأخذ رأيك فيها واحد فقط نتنم الانديا الجمهرية المسم ده الاول خليني قبل ما اتكلم على فقودان الانديا الجمهرية او هبوط اسوان وغزل المحلة شايف شكل المنافسة ازاي او خريطة الكرة في مصر ازاي من قريتك لجدول الترتيب هو طبعا النادي الاهلي بقى في مكانة بايدة خالص دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة كابتر رمضان لا هو عامل الفارق هو طبعا حاجة مش كويسة في حتة ان المنافسة بتقل لكن لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي هو صانع الفارق بإمكانياته بإدارته بجهازه الفني بلعابته صانع الفارق الحقيقة فدي حاجة طبعا تحسب للنادي الاهلي لكن انت اعتقد ان انت في خلال الموسم اللي جاي هتلاقي برامس بداخل جوا المنافسة احنا بقى انه من ساعت ما برامس السلعة كبير رمضان بنقولها يبقى داخل المنافسة لغاية النهاردة محسناش بص اقول لك حاجة يا احمد والحقيقة انه لو كلمتني كورة يعني طبعا انا اتمنى انه الاستثمار يخش في كورة في مصريف كل اندية وبالذات الجماهيرية واتمنى انه تجارب الاندية الاستثمارية تركز اكتر على الاندية الجماهيرية يمكن تقدر تحقق النجاحات اللي بتسع عليها لكن في النهاية انا بشوف انه الكورة فقدت كتير من المواهب او الخامات اللي راحت انتقلت لنادي بيرامدز لانه يعني الفرق في ايه يا احمد الفرق في اننا النهاردة كنجم انا بعمل حساب جمهوري يعني النجم ده وبيقدي المباراة بيعمل حساب جمهوره ولما يخرج في الشارع بعربيته ولا بيخرج في مشوار ولا بيخرج في اي حتة الناس بتقابلني ازاي انا ماشي ازاي والناس بتقابل في جنبية ازاي وانا مستوايا بحاول ان انا في كل مباراة بضيف لنفسي ده الفرق ما بين النادي الاهلي والاندية الجماهيرية اللي هي انا هنتكلم نرجع تاني لرمضان الصبحي فرق كبير جدا جدا سماء والارض لانك انت النهاردة رمضان الصبحي كان مفنش بطولة افريقيا تحت 23 سنة وانت لو بسيت لسكوات كله اكبت رمضان يعني هتلاقي فريق يقدر يفوز يعني امكانيات لعيبته يعني انت بتكلم على علي جبر بتكلم على وليد الكالتي عبدالله السعيد بتكلم على تاتي توري ابراهيم عادل ابراهيم عادل بتكلم على مصطفى فتحي بتكلم على رمضان الصبح يعني تكلم على سكوات بس في النهاية بس هي دي خلي بالك اللي انا بتكلم فيها الحتة دي مهمة جدا انا النهاردة كنجم بعمل حساب جماهيري بعمل حساب ادارة نادية بتختلف يعني النهاردة وهقولك حاجة النهاردة العيب مثلا بتعبير مثلا مع احترامي يعني لما يطلع مغلوب مثلا اتنين ولا فنبراء ولا تلاتة ولا اي حاجة مين هي حاسبه مفيش حد من جماهير بتحاسبه ده هو مجرد ان هو بيجي تاني يوم التمرين ولا تالت يوم التمرين لو خد راحة ولا في مشكلة خالص عنده طيب وزا مالك يا كابتن رمضان يعني واحدة من اكتر المواسم انت بتكلم في انوزا مالك مركز تالت بستين نقطة واحد من اكبر المواسم اللي الفرق بين الاهلي والزا مالك مشاسع بالشكل ده طيب انا هقولك حاجة عنصر الادارة انا في رأيي ليه داخل بنسبة النجاح بتروح مثلا لمية في المية الادارة ده عنصر مهم جدا 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 يعني للأسف الشريد ده الفرق ممكن يوصل لتلاتين نقطة بالزبط تلاتين نقطة اه ده خلي بالك ده فارق ما حصلتش قبل كده في تاريخ الدور العام يعني عشان كده زيان بقولك في مشاكل كتيرة جدا 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 الحقيقة طوال الموسم ما بين الادارة وما بين اللعيبة يعني تخيل انت مثلا لما توصل يعني مع احترامي يعني انت لما توصل تشاكك في اللعيبة بتاعتك بالنسبة مثلا مش عارف سهرات مش عارف حاجات مش عارف ايه يعني لما توصل لديه طيب ما خلاص انا هقولك حاجة انا احمد فتوح انا في رأيي من افضل لعيبة اللي موجودة في مصر برضك يعني لما تقول مثلا عشرة لعيبة ولا حاجة من لعيب سوبر سوبر النهاردة لما تحس ان هو بيلعم مثلا لا مش هو ده احمد فتوح يعني المفروض قبل المشكلة اللي حصلت دي لا اتأثر نفسيا بشكل كبير جدا وعطاقه كمان يعني يمكن هو قبل مباراة الاهلي الحقيقة كان من افضل لعيبة في اثنانة الزمالك لكن هو مباراة الاهلي اعتقد هو متأثر بشكل كبير جدا بالجو اللي حواليه في حتة الادارة دي حاجة طبعا مهمة جدا 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 يعني انا مش معقولة مثلا الاقي مثلا مجلس تدارة بيهاجم لعيبته ولا مش عارب بيه لا الحاجات دي كلها تأثر مهما كان عندك بقى لعيبة نجوم ومهما كان عندك لعيبة على مستوى عالي جدا تتوقع انه الوضع ده تغير في المسلم اللي جاي يعني اعتقد ان هي فيه عندهم مشكلة منافسة يعني ما فيه مشكلة عندهم سخونة البطول انا كنت حاسس ان البطولة سخنة تحت منتهى البرودة فوق بالزبط ويمكن سخنية كمان على المركز الرابع ولا حاجة لكن المنافسة على المركز الاول خاصة ما كانش فيه منافسة خالص هبوط منطقي لأسوان وغزل المحل وحرس الحدود يعني انا في رأيي الحقيقة بالنسبة لأسوان انا في رأيي فيه جزء كبير جدا ان يتحمل على الادارة يعني بنك الاهلي كان بينافس أسوان في سراع الهبوط المباراة المفروض كان هيلعبوا بعض في أسوان تتنقل المباراة للقاهرة يعني اي فكر ده اي فكر وهو يعني بنفسه في سراع يعني انا النهاردة عاوز ادوس على على البنك الاهلي عشان افضل انا صدر له المشاكل وابعدنا اه وابعدنا لا ده بالعكس ده انا معرفش ايه اللي حصل بين ادارة البنك الاهلي غاز المحلة وابداية قوي جدا في بداية الموسم طبعا غاز المحلة ده كان اول ست مباريات مع الاتحادس الكنداري كان في مركز صدارة طبعا برضو تحملها للإدارة تحملها الإدارة في تغيير المدربين في عدم توفير الحقيقة المناخ اللي بتاح طبعا لأي فرقة عاوزة تستمر في دوري أو عاوزة تعمل مركز ما كانش موجود افضل تجربة من تجارب الانداف الدولي المتاز لفتت نظرك السيزن ده السيزن ده الحقيقة انا في رأيي امبي امبي اه يعني التامر مصطفى عامل حقيقة طفرة كبيرة جدا جدا في اداء امبي في اداءه ونتائج ايجابية يعني اول موسم من فترة كبيرة جدا تحس ان امبي بيلعب كرة على مستوى عالي جدا وفي نفس الوقت بيحقق نتائج ايجابية بشكل هاي الحقيقة خريطة المدربين اتغيرت من وجهة نظرك في الدولي المصري يعني اه طبعا يعني تتكلم الحقيقة على الزمالك وفي المناسبة اربع مدربين فقط لغير بقوا في مناصبهم من بناية الموسم لناي اه طبعا من ضمنهم طبعا مستر مرسل طبعا اه طبعا شاوي غريب كابتن شاوي غريب مع المقاولين كابتن علي ماهر مع فيوتشر زوران تحسكندري اه مع التحسكندري ده يمكن هما دول بس ده نادي زي زمانك مغير خمس اجهزة على مدرب موسيقى كل الاندية بعد كده مغير مراتين ومغير ثلاث مرات مدربين الحقيقة فهي دي كمان بي تعمل طبعا عدم استقرار فن الحقيقة لكن انا بقولك ان المنافسة الموسم اللي جاي المنافسة هتبقى قوية جدا ولكن انا لسه الغاية دلوقتي حاطة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله لفترة كبيرة جدا هيبقى بردك في مكانا لعبتنا المعاريم في اندية تانية لحد منهم لفت نظرك او شايف انه يستحق انه ياخد فرصة في الموسم اللي جاي مع الاهلي يعني انا في رأيي الباكليفت شكري شكري باكليفت يقدر يساعد معالي معلول تمام امكانياته كويسة يعني امكانياته كباكليفت في النواحة الجمهية والنواحة الدفاعية لا يعني يقدر ان هو يساعد معالي معلول وطبعا دي بتبقى متسابة للجهاز الفني والإدارة لكن بعد كده يعني انا سمعت اخبار ان فيه صلاح محسن ممكن يرجع صلاح محسن الحقيقة بمنتهى الامانة التجربة بتاعته مع الناد الاهلي ما كانتش نجحة وكمان لما راح صارميكا الحقيقة الفترة الاولانية في الموسم برضو ما كانتش داخل بشكل اساسي فمعرفش هل ممكن مستطل كل الحقيقة شايف فيه حاجة شايف انه يقدر يعمله اضفات يعمله تطوير الحقيقة وزي ما عمل لاغلب لعيبة النادي الاهلي الحقيقة اعتقد لو تعمله تطوير ده يبقى لانه عنده عنصر من ضمن العناصر المهمة جدا في الكرة الحديثة عنصر السرعة ده مهم جدا برا فرقة النادي الاهلي ايه العناصر او اللعيبة اللفت نظر كابتر رمضان السيد يعني اعتقد ان زيزو بيعمل السمرارية في الاداء المميز الحقيقة في المسابقة وبيعتبر من اللعيبة المميزين جدا جوه المسابقة الحقيقة يعني ابرز ابرز اللعيبة اللي ظهر في حد تاني لا يعني محترفين اجانب محترفين اجانب بلولة اللي هو بتاع الاتحاد سكنداري اه مبلولة هداف المطول هداف الدوري وبيصنع الفر في كل مبارا بلعبها يعني ده من اميز الاجانب الموجودين صحيح هاخد احضر لك كده احصائيها كابتال رمضان اهمين ياخد رأيك فيها احصائيها دي بتتكلم على المدربين اللي بينتاموا لدول شمال افريقيا مصر زاير المغرب تونس وليبيا اللي بيعملوا خارج الحدود تعالوا تشوف الارقام كده واسمع تعليقك على خصوصا طبعا المدربين المصريين دول اللي هم هنا عدد المدربين التوانسة اللي بيعملوا خارج تونس تسعة وتلاتين مدرب عدد المدربين المغربة اللي بيعملوا خارج المغرب اتنين وتلاتين مدرب عدد المدربين الجزائرين اللي بيعملوا خارج الجزائر عشر مدربين عدد المدربين المصريين اللي بيعملوا خارج مصر سبعة وليبيا ليها اتنين مدربين خارج حدودها ازاي تشوف الأرقام دي وازاي هل تشوف انه الرقم ده بالنسبة مدربين مصريين رقم طبيعي ولا فيه تراجع كبير جدا على مستوى مكانة وتواجد ومساحة المدرب المصري خارج مصر لا طبعا رقم سلبي وفيه تراجع بشكل كبير جدا احنا جلنا جلنا مواسم في سنين الحقيقة كان عدد المدربين المصريين كان كتير جدا المدربين اللي بشتغلوا برا مصر كانوا أكثر من المدربين اللي بشتغلوا جوه مصر بالضبط لكن طبعا العدد ده لما تكلم في سبع مدربين أعتقد عدد قليل جدا 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 يمكن هي فيها حتى إذا كان تونس مثلا أكثر أكثر بلد بتصدر مدربين الحقيقة أو المغرب بعديها 32 هم بيعرفوا الحقيقة يتعاملوا مع الخليج بشكل كواسي قوي وفي نفس الوقت أعتقد قريبين كمان يعني هم قريبين منهم اللي بيروح هناك كمان مدربين الحقيقة التوانسة أو مدربين المغربة لا بيثبتوا وجودهم يعني فيهم مدربين راحوا الحقيقة يثبتوا وجودهم بشكل كبري جدا عشان كده العدد بيزيد أنت لما بتروح مثلا مدرب مصر يقوم بيثبت وجوده أعتقد العدد بيزيد في البلد دي صحيح سؤالي الأخير ماتشو حرس الحدود إيه اللي تستنى من مستر مارسل كولر يستمر فيه تجربه ولا عودة للعبين الأساسيين وشايف إزاي المكاسب اللي ممكن حققها ممبرات حرس بشكل خاص والثلاثة المفضلين في الدولة بشكل عام يعني ممبرات حرس الحدود هو طبعا مباراة احتفالية لأن احنا هنستلم الدرق إن شاء الله بإذن الله في اليوم دوت إن شاء الله بإذن الله فبالتالي مستر كولر الحقيقة مش هيجازي في أنه هو يعني لا هو في الاحتفال بالبطولة يحصل مطبس نواعي بالزبط لا وبالذات كمان يعني أنا لازم أجيد بمحمد مكي مدرب الحرس الجديد الحقيقة لأنه من أول ما مسك عامل نتائج جبية بشكل كويس قوي 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 فرق معهم قندوسي علامة استفهم بالنسبة لك قندوسي علامة استفهم خد فرص كتير جدا ولكن أنا الغد وقت لسه مش شايفه تستنى منه إيه في التلات مطشوات اللي جايين يقول إن أنا موجود يقول إن أنا إضافة لأن أنا زم بقولك أنا الغد دلوقتي مش شايف القندوسي نتمنى توفيل فرقتنا إن شاء الله إن شاء الله في المباراة الأخيرة من عمر البطولة واستعدادنا الموسم جاي هيكون صعب بشكل كبير على الكرة المصرية أكيد طبعا بشكل عام تصفيات كاس عالم بطولة قهم أفريقيا وعلى أهلي بشكل خاص الارتباطات والدولية والقرية هتكون هي الأولى من حيث العدد والنوع في الموسم اللي جاي واللي بالتأكيد إن شاء الله نراهن عليه في مركاته إن شاء الله مركاته استثنائية كابتال رمضان طبعا أكيد إن شاء الله نحنا في كل البطولات إن شاء الله بإذن الله النحنا نشارك فيها في الموسم اللي جاي إن شاء الله طبعا بتاعتنا من الآخر أمور الأهلي مستني مركاته يخص بطولة كاس العالم إذن نحنا شايفين الأهلي بمستوى وبرعناصره الموجودة تحت قهذاة كولر قادر يكرر الإنجاز اللي حققوا السندي ويفوز بكل الألقاف بذرذك يطاث التحدي الحقيقي هو بطولة كاس العالم اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله هنعمل فيها إنجاز كبير جداً جداً ونوصل للنهاء إن شاء الله ربنا خليك يا أحمد ربنا بري فيك الله خليك أشكركم على المتابعة بكرة حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم